والنعمة اشتركوا في القناة استعدادا بإذن الله تعالى كي يتم فتحه مؤقتا خلال أيام الحج هذا الباب الذي يعتبر ارتفاع البوابة 51 مترا ارتفاع المئذن سيكون بإذن الله تعالى حوالي 137 متر وقبل يومين وقف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على سير العمل هنا في هذا الباب اضافة الى ذلك كان هناك يوم امس مؤتمرا صحفيا لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي والمسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس هذا المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي ذكر من خلاله الخطة التفصيلية التشغيلية التامة للحرمين الشريفين سواء المسجد النبوي او المسجد الحرام هنا في المسجد الحرام بإذن الله تعالى ستكون الاجراءات الاحترازية المتبعة لاستقبال وفود حجاج بيت الله الحرام ممن تم اختيارهم لحج هذا العام ستكون هناك اجراءات مكثفة لدخولهم وخروجهم تم وضع أشرطة لاسق على ساحات المسجد الحرام وكذلك على الأسطح داخل المطاف وفي الصفة وفي المروة ألوان متعددة يستطيع من خلالها الحاج المعرفة إلى أين يتجه تحديداً ومن أي بوابة يتم دخوله هذه الاجراءات الصحية الموجودة هنا داخل المسجد الحرام أيضاً حتى على الترامس والمشربيات يتم رفعها وكل ما يمكن ملامسته بالأيدي من الحجاج القادمين بإذن الله تعالى داخل المسجد الحرام سواء من المصاحف ومن الترامس تم رفعها تماماً من المسجد الحرام وتم استبدال ماء زمزم بعبوات ستوزع على الحجاج في الداخل على كامل المسجد الحرام عبوات ماء زمزم توزعها الرئاسة العامة لجون المسجد الحرام والمسجد النبوي إضافة إلى ذلك أن هناك الخدمات الإلكترونية الخاصة بالحلقات العلمية ودروس التعليم التي يستطيع الجميع الدخول لها عبر منصة الحرامين الشريفين التابعة للرئاسة وكذلك عبر موقع الرئاسة في تويتر وصفحتهم على تويتر بإمكانهم التعرف أيضاً على الخدمات الإلكترونية التي تقدم سواء من علمية أو مكتبة الحرامين الشريفين المواد الموجودة بها يتم التعرف عليها إلكترونياً عبر هذه الصفحات إضافة إلى ذلك محمد طبعاً تم رفع ستارة الكابة المشر نعم توضع نعم بها أنا شاكر ومقدر لك وسوف نكون معك إن شاء الله ومع الزملاء بشكل يومي طيلة هذا البرنامج والبرامج الأخرى لنطلع المشاهدين الكرام وحجاج بيت الله الحرام على كل الخدمات وكل التسهيلات وكل الاحترازات التي سوف تقدم لحجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام ألف واربعمائة وواحد واربعين شكراً جزيلاً لك زميل بهاء عسكر من مكة المكرمة